اشتركوا في القناة رقم الصفحة 128 وكما عتدنا سابقا نفتح الكتاب على صفحة الصفحة الموجودة حتى تدونون الفوعد الأمر اللي قبل ما أبدأ في هذا بالنسبة للسؤال الذي سألت آية في كتاب الله تبين نسان يؤجر حتى لو كان عمل عملا صغيرا في نظرنا نحن وكلكم إجاباتكم صحيحة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى وهي موجودة في سورة الزلزلة وأيضا من قال في قولة ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا إلى آخر الآيات أيضا إجابة صحيحة فبارك الله فيكم وأشكركم شكرا كثيرا على هذا التفاعل سنأخذ اليوم آخر مقطع من سورة التغابن يقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم فاتقوا الله ما استطعتم هذا المقطع من الآية دليل واضح وصريح على سماحة ويسر الإسلام ويسر الشرائع كاملة ستقول لي أستاذ ممكن تعطيني مثال ما معنى فاتقوا الله ما استطعتم أولا معنى كلمة فاتقوا الله أن تجعل بينك وبين العذاب الناري وقايا أو أن تقول أن تجعل أو أن تسلك الطريق المستقيم أو أن تسلك طريق محمد عليه الصلاة والسلام أو أن تسلك طريق الهداية ومعنى آخر ممكن تقول هو فعل الأوامر واجتناب النواهي طيب فعل الأوامر مثل مثل الصلوات مثل بر الوالدين طيب اجتناب النواهي أو المحرمات سأعطيكيها في ثلاث أمثلة مثل عقوق الوالدين السرقة النميمة الغيبة وهذا أحب أن أؤكد عليه في هذا السن بالذات اللي هو كثرة النميمة بين الطلاب والطالبات نعم هي لن تكون كثيرة بحجم كبير جدا لكنها موجودة وبعداد ليست بالقليلة النميمة بين الطلاب والنميمة بين الطالبات أيضا الغيبة والله هذا ترى يتكلم فيك ترى هذا يتحدث عنك ترى هذا والله شكلك كذا ترى هذا مغرور ترى هذا متكبر ترى هذا شايف نفسه وكذلك البنات ترى هذه من يوم مثلا قصت شعرها و هي شايف نفسها من يوم شارت شنطة و هي شايف نفسها من يوم شارت لكم جزمة و هي شايف نفسها مثل هذه الأحداث الغيبة والنميمة كلها تؤثر على ذات الإنسان لهذا الله سبحانه وتعالى قال فاتقوا الله ما استطعتم هنا أمر بتقو الله سبحانه وتعالى ثم قال ما استطعتم أقرب مثال في ذلك لو كان الإنسان مريض معروف أن الصلوات الخمس لابد بالنسبة للأولاد أن تكون في المسجد والنساء طبعا في البيت طيب هذا اليوم والله الولد مريض عنده في الونزة وحرارة وحرارة 39 ما يقدر وين يصلي يصلي في البيت فاتقوا الله ما استطعتم البنت ما تقدر توقف ويتصلي تعبانة الحرارة عندها مثلا 38 ونص وعندها في الونزة حادة ما تستطيع أو مسوية عملية ولا تقدر كيف بتصلي تصلي وهي جالسة شخص بيسافر من تبوك للرياض 1200 كيلو تقريبا 1300 كيلو والجو حار وصيام في هذه الحال ماذا الله سبحانه وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم نعم الصيام مواجب ولكن في حالة السفر وفي حالة الجهد وغيره يجوز إنسانه يفطر ثم إن شاء الله على خيره بعد ما ينتهي رمضان بإمكانه يكمل هذا الصيام هذا في قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم الأمر الثاني إن الله سبحانه وتعالى يحب أحسن العمل ليس المقصود في العمل المشقة لا المقصود فيه حسن العمل حسن العمل فيه قسمين أن يكون خالصا لله وأن يكون فيهم متابعة للنبي عليه الصلاة والسلام ولهذا قال أيكم أحسن عمل تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء ثم قال أيكم أحسن عمل وش معنى يا أستاذ أحسن عمل يتوفر فيه شرطين الإخلاص لله ومتابعة النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا لاحظوا ما قال أيهم أشق عمل أيهم أصعب عمل لا قال أيكم أحسن عمل هذا في قوله ما استطعتم ثم قال الله سبحانه وتعالى واسمعوا وأطيعوا هذه ناخذها ونحط تحتها خط يعني اسمع المعلومة ثم أطع ما يمكن واحد يطع قبل ما يسمع المعلومة يأخذ المعلومة يسمعها يفهمها يتدبرها ثم بعد ذلك يأتي التطبيق وأقرب مثال على ذلك لما الإنسان يريد أن يصلي ماذا يعمل يعمل التالي أولا يأخذ المعلومات يأخذ كيف طريقة الصلاة ثم يبدأ عملية الصلاة الصيام يأخذ المعلومة أنه من أذان الفجر إلى أذان المغرب أخذ المعلومة هذه عرف المفترات ثم بعد ذلك يتم مرحلة الصيام لهذا قال الله سبحانه وتعالى واسمعوا وأطيعوا واسمعوا وأطيعوا ثم قال الله سبحانه وتعالى وأنفقوا خيرا لأنفسكم وأنفقوا خيرا لأنفسكم والإنفاق له عدة صور وعدة أشكال ليس شكل واحد ممكن يكون الإنفاق بالمال ممكن يكون الإنفاق بالكلمة الطيبة ممكن يكون الإنفاق بالابتسامة بالصدقة بالبدن كل هذه عمليات إنفاق ولكن هنا نص على الإنفاق بالمال ثم قال خيرا لأنفسكم يعني هذا العمل اللي تسويه اتقى الله ما استطعت والسمع والطاعة والإنفاق كله خير لأنفسكم يعني أنا الشخص أنا الذي سأستفيد بتقول لي أستاني شون واحد يستفيد أحب يتصدقنا بعشر ريال وخمسة عشر ريال وشون بيستفيد يستفيد لا أولا يحس براحة نفسية وانت قصها الآن في عقلك وأنت أيها الطالبة فكري فيها أيضا فكروا فيها ذاك اليوم شفت واحدة من الطالبات ما تفسحت فشرت لها مثلا النجلة شرت لها لزميلتها هذا الفطور هي ما تحس بسعادة داخلية اللي هو نجلة اللي أعطت ما تحس بسعادة داخلية لا شك يمكن هاليوم تنتهي الحصة الرابعة والخامسة والساسة وتروح البيت وهي في قمة السعادة لأنها ساعدت صديقتها كذلك الطلاب لو كان أحد الطلاب وهو يلعب كرة في الفصحة طاح وتأثرت رجله وجاه وشاله وده للمرشد وأشرف عليه هذا اليوم كله سيعيش سعيد بل بالعكس أول ما يركب السيارة مع أبوه ولا ياصر البيت على طول يسرد لهم القصة من السعادة الداخلية الموجودة هذا شق الشق الثاني أن الإنفاق يزيد من الحسنات ويكفر السياد هذا بس يا أستاذ لا بقى في شيء ثالث يزيد المال ما نقصت صدقة من مال بل تزده بل تزده بل تزده قاله عليه الصلاة والسلام إذن في كل الحالات المنفق هو المستفيد في كل الحالات الذي أجل سمع وطع هو المستفيد في كل الحالات الذي اتقى الله هو المستفيد ثم يقول الله تعالى وَمَن يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ وَمَن يُتَخْلَصْ مِنَ صِفَةِ الْبُخُلِ وَصِفَةِ الشُّحِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ما معنى الفلاح؟ هو الفلاح في الدنيا والفلاح في الآخرة الفلاح في الدنيا ذكرناه زيادة المال الراحة النفسية ثم لاحظوا لما إنسان تدخل على نفسها السرور شف الأجر ليأتي من الله سبحانه وتعالى لما يتدخل على شخص السرور سيأتينا بعد قليل والفلاح في الآخرة أن الله سبحانه يبدل هذه السيئات حسنات وجنات تجري من تحتها الأنهار إذن في الصورة عدة معاني أولاً تقوى الله سبحانه وتعالى أثنين أن في طاعة الله هي الحياة الحقيقية ثلاثة الإنفاق في سبيل الله وقد تسألني سؤال تقول سيدسان ليش حطيت صور ما حطيت كلمات هناك فائدة مهمة لكم أيها الطلاب وإيها الطالبات في السن الذي أنتم تعيشون من ثلاثة متوسط فما دون أنتم تحفظون بالصورة بشكل كبير جداً تحفظون بالصورة أكثر من الحفظ في الكلمات لذا لما تجي الذاكر أو تجين تذاكرين في المستقبل أو تريدين شيء صعب عليكم والفهم أحسن شيء أربطوه بالصورة مباشرة تحفظ هذا المقطع أو هذا النص أو غيره فحفظ الشيء بالصورة يسهل عملية الفهم والتذكر في المستقبل مثال لو قلت لآن عطني على مثال على تقوى الله أو ممنا على تقوى الله أطول بيختر في بالك هذه الصورة بيختر لو تكلمت عن طاعة الله بيختر في ذهنك هذه الصورة لو قلت على الإنفاق أيضا سيختر في بالك هذه الصورة ثم قال المفلحون أنا وضعتك صورة يعني حديق وذكرنا في الدرس السابق أن يقول ابن عباس النعيم الذي في الجنة والنعيم الذي في الدنيا هم يتشابهون فقط في الإسم فقط أما في الشكل في الوصف في الطعم في التصور يختلف تماما 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 وذكرنا في الدرس السابق قلنا أن الإنسان في الجنة له ما لا عين رأت ولا أذن ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر كل شيء مختلف فقط التشابه في الأسماء والسبب هو لتقريب الذهن الشريح التي بعدها يقول الله سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم هذا ذكرناه وش معنى اجتناب المحارم وعمل محارم الله وعمل الطاعات لو قلت عمل الطاعات واجتناب فعل الأوامر واجتناب النواهي أيضا صح لو قلت طريق الهداية طريق مرضات الله سلوك سبيل المؤمنين كلها تعتبر إجابات صحيحة ثم قال لقد قدر جهدكم وطاقتكم فيختلف الإنسان الكبير عن الإنسان الصغير واسمعوا وأطيعوا ذكرنا قبل قليل اجمعوا بين السمع وبين الطاعة وأنفقوا خيرا لأنفسكم يقصد به البذل وهنا في فائدة مهمة منهم الأولى في البذل منهم الأولى في النفقة منهم الأولى في الأعطية انظر معي يقول الأقارب المساكين الفقراء إذا كان القريب مسكين أو فقير فهو أولى من الصدقة لأنفسي يقول له صدقة وصلة وله الأقارب أمورهم المادية ممتازة أو جيد جدا أو لا يحتاجون فنأخذ للصنف الثاني الفقراء والمساكين وكلما كانوا قريبين للإنسان كل مكان أفضل وهنا أيضا في فائدة بما أننا نعيش الآن في وقت إن شاء الله سيزول لا محالة بإذن الله تعالى لكن من الجيد الإنسان إذا كان الله سبحانه وتعالى معطيه وفي يسر وأموره المادية جيدة أن يتعاون مع الجمعيات الآن في جمعية بنيان جزاهم الله خير يقدمون أربع الأمثلة وأربع المساعدات للمحتاجين في سلال غذائية تكفي الأسرة عدة أيام أو فترة طويلة في من الجيد إنسان يشارك معهم منها أنها جمعية موثوقة ومعروفة وتوصل للمستحقين ومنها أيضا هو قد يشق عليه أنه يذهب للمحسن أو للفقير أو المحتاج فهم يكفونك هذا العناء أو غيره من جمعيات البر المنتشرة في المملكة والله الحمد وهي تؤدي أحلى وأجمل صور العطاء بين المواطنين وبين أيضا المقيمين ثم قال ومن يوقى شح نفسه وهي أقبح صفة هي صفة البخل أقبح صفة في الإنسان سواء ذكر أو أنثى هي صفة البخل لذا لو كان الواحد مثلا يغضب بسرعة كثير الحديث كثير الكلام لكن فيه صفة الكرم فهي تغطي على هذه الصفتين فصفة الكرم صفة محمودة في جميع من أساس العربية من بداية العرب ثم جاء الإسلام وعززها وأثاب عليها لكن ثمت نقطة مهمة في هذا الجانب فرق بين الكرم وفرق بين الإسراف فرق بين الكرم وفرق بين الإسراف الإسراف هو تعد الحد الزيادة التي لا تعقل الزيادة الغير بقبولة هذا يسمى إسراف أما صفة الكرم وما أجمل أيها الطلاب وأيها الطالبات من الآن في هذا السن سن الصف الأول المتوسط أن تربي نفسك على صفة الكرم على صفة الكرم لأنها سبحان الله تكبر معك إذا جيت في الثنوي إذا جيت إن شاء الله في الجامعة إذا توظفت وصار عندك وظيفة أو صار عندك عمل حر مهني وكذلك أنت أيها الطالبة تستمر معكم هذه الصفة صفة الكرم قلنا بشرط ألا يكون فيه إسراف ثم قال المفلحون هم الفائزون إن تقرضوا الله قرضا حسنا هو حط لك شرطين قال لك أن تكون في سبيل الله يعني بإخلاص وطيب نفس أنا حطتها لكم هنا حتى توضح لكم الإخلاص وطيب النفس بمعنى أني لما أدي هذا المال أو أعطي زميلي أو أي أحد أني أعطيه أريد الأجر من الله سبحانه وتعالى ما أريد من شكر ولا أريد مصلحة أي مصلحة دنيوية ولا حتى فقط أن يدعو لي أنا قدمت هذه المساعدة أريدها تكون في ميزان حسناتي ولاحظوا معي إنسان إذا تصدق سيأتينا الآن بعد قليل الله سبحانه وتعالى يربي هذه الصدقة الله سيربي له هذه الصدقة فتكون كالجبال وهذه يعني وهذه يعني هذه بالعكس هذه محفز إنسان أنه يتصدق هذا الشق الشق الثاني اللي هو طيب النفس يعني ما أقصد بهذه الصدقة إهانة أو يرجع خلنا نفتك منه بس نعطيه وخلاص وخلص لا لا بد أن يتوفر فيها الإخلاص وطيب النفس والعجيب إن إنسان لما يتصدق يحس هل هذا كاليوم إنه في غاية في غاية في غاية السعادة مبسوط إنه قدم خدمة وفائدة للآخرين طيب هنا في فائدة مهمة في هذا الجانب قال لك فيجعل مكان الحسن الواحدة سبع مئة ضعف هذه الحسن اللي قدم هذا الريال هذا كيس الرز هذا الدقيق هذا التمر اللي يتصدق به مثلا فالله سبحانه وتعالى يضاعف هذا إلى سبع مئة ضعف انظروا لهذه اللوحة كأنه هذه هو الآن يرسم لها كأن هذه هي الصداقة شؤف صغيرة ثم أكبرت ثم أكبرت ثم أصارت أكبر ثم أكبر ثم أكبر ثم أكبر والله سبحانه وتعالى يضاعف لمن يشاء يضاعف لمن يشاء وهي فرصة كبيرة جدا لزيادة الحسنات فائدة تربوية يقول الله تعالى في استكمال الآيات إلى أن وصل ويغفر لكم والله شكور حليم ما معنى حليم؟ أن الله سبحانه وتعالى لا يعجل على الذنب العقوبة بمعنى أن الله سبحانه وتعالى بكرمه وإحسانه يعطي الإنسان فرصة مرة واحدة اثنين ثلاث حتى يؤذى الله سبحانه وتعالى بالعقوبة وهي فرصة لنا جميعا أن الإنسان يكثر من الاستغفار إذا عمل إذا مثلا اغتاب أحد أو مثلا ذاك اليوم قال لأمه أف أو يعني ما ساعد الوالد في ذلك وحس كذا بالذنب مباشرة فيه فيه خط رجعة وش يقول أنه يستغفر ويحسن إليهم إنسان والله أغتاب فلان أو مشى بن نميمة وسبب خصومه بين شخصين أو أنتهي الطالبات في إحدى الطالبات من سببت خصومه ثم ندمت وخلاص واستغفرات وتحسفت على هذا العمل وش تسوي أولا تستغفر الله سبحانه وتعالى ثم تتحلل منهم وذكرنا في الدرس السابق إما التسامح مباشرة أو الدعاء لهم إذا والله ما تيسر الدعاء لهم والاستغفار وذكرهم بالذكر الحسن ذكرهم بالذكر الحسن وهنا في فائدة قال عالم الغيب والشهادة أي عالم ما غاب عن أبصار عباده كل شيء يعمله الإنسان سواء كان في بيت كبير أو صغير أو غرفة في أي مكان فإن الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات يعلم هذا العمل وهي فيها فائدة تربوية وهي مراقبة الله في السر والعلن قد يسأل سال يقول سالي ما معنى مراقبة الله تذكرون فيه في الصف الثالث يمكنتم في الصف الثالث ابتدائي خط تعريف الإحسان مش قال أن تعبد الله كأنك تراه مش بعد هاي شباب أيوة ممتاز فإن لم تكن تراه فإنه يراك هذا النشاط أنا وضعت لكم الفكرة والحل حتى بس نستغل من الوقت هذا هو الجواب سأذهب إلى نقطة مهمة لكم تتعلق بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته يقول نبي عسسان إن الله تسعة وتسعين أسماً إلا واحد من أحصها دخل الجنة وهذه بعض نماذج من أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى وهذه أيضا معاني بعض أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى هنا حل الواجب أو التقويم الموجود هنا حل الواجب ممكن أن يتصورونه أو توقفون الشاشة وتشوفونه آخر شريحة هذه المصادر التي أنتم ترجعون له لما تسعى سؤال يا أستاذ وين جبنا الكتب هذه منه وين جبتوا هالتفسير منه هذه هي المصادر يهمك في هذا السن رقم 2 ورقم 7 ورقم 11 لأنه متيسر لك هذا ما لدينا في هذه الحلقة وإن شاء الله نلتقي نحن وإياكم في حلقات أخرى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر